طيب السد العالي سليف كلبالي الحقيقة ما شاء الله واحد من اللعيب المهمين جدا اللي مثله صفقة دعمة للفريق بشكل كويس بيثبت مرة عن مرة انه اضافة بشكل قوي جدا سليف كلبالي المالي 190 سنطي ما شاء الله اللعيب اللي لازم ان يسكر طوله قبل سنه لانه ابرز ما فيه ما شاء الله هو الاقرب نموذج لعماد النحاس من يوم ما اعتزل كابتن عماد النحاس فكرته كراته طويلة المزبوط طويلة شخصية في الملعب وحتى الطول متقارب يعني لا طول ايه لعماد اقصر من كده لا مش بكتير ولا حك سليف كلبالي طب ترى ان ان عماد حوالي 190 سنطي ما لا 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 ما يوصلش ده متر تسعين 88 عماد مش قصير لا كلبالي موليد 13 مايو 88 عارفين ما سيرته طبعا وعارفين انتقالاته الحقيقة اللي لفت نظرنا فيه تويتا كتبها لجمهور الاهلي وده اللي بيخلي كانت رائعة اللي بيخلي اللعب اللي بيرتبط بالاهلي ومع جمهور الاهلي الامر يختلف وكل لعيب يجي منبرة يحس ان الجمهور ده قد ايه مختلف وقد ايه فعلا جمهور كبير عنده كل هذا الارتباط والدفء والاخلاص لفرقته كتب كلبالي في تويتا له ترجمتها لا تحتاجوا ان تكونوا في المدرجات اللعبة لما جابتوا الجون كله جري عامل ايده كده كان تضامن مع الجمهور اللي مش موجود فكاتب كلبالي بيقول لهم لا تحتاجوا ان تكونوا في المدرجات فانتم دائما في قلوبنا وفي عروقنا مثل الدم اصواتكم كصوت الساعة في ليلة هادئة لا تترك ازاننا لا نريد ان نعلم باننا نلعب من اجل الاهلي فلون التيشيرتي يكفي لون التيشيرتي الواحده بصوا اللي بيقدر الاهلي بسرعة انا قلتلكم قبل كده وجبنا كلام جلبرتو كلام فلافيو كلام فليكس ابواجي وكلام انيس بوجلبان كل الناس اللي مشت من الاهلي ومش في مصر مش موجودين اجل ايه حتى اللي مشوا اللي ما عادش تربطهم بالاهلي علاقة عمل ولا علاقة خاصة انيس بوجلبان شوفوا كلامهم على الاهلي تقديرهم للاهلي احترامهم للاهلي حبهم لجمهور الاهلي لما كلبالي يقول ما كناش محتاجين ان انتو تبقوا موجودين في المدرجات او لا لا ان انتو موجودين في قلوبنا وتقديرنا لكم كبير جدا هو ده الاحساس بدور الجمهور قال كلبالي او كلبالي برضو من المواقف الطريفة اللي حتشوفوها في صورتها وقف في الشارع مستني تاكس واحد قال له تعالى وصلك بمنتهى الخفة رايح ركب على الموتسيكل وراه وعرف بعد كده هو ماشي ان الراجل ده اللي بيوصله راجل زمالكاوي فبقى الطرفة شديدة المواقع نشرتها بس شوف الروح جميلة كمان على انه الراجل فعلا المواطن نفسه جميل تعالى وصلك فخد ووصله صاحب الموتسيكل اسمه احمد عبدالنبي لانه الحقيقة مواطن جميل يقدر قال لجريت الوطن عن الواقع اللي رصدتها كاميرات الجماهير وتنقلتها مواقع السوشيال ميديا قال انا شفت اوتوبيس الاهل اللي اطلع كبر اكتوبر وهو راجع من الاستاد هو جاي من الاستاد وطلع كبر اكتوبر عايز يوقف تاكس جريت وراه انا وصاحبي وابن اختي والاتنين اهلوية وبيقول للرجل انا زمالكا وقصيد لعبت الاهل نزلوا مليتوبيس عند البوابة الخلفية للنادي واستقلوا سياراتهم عائدين لمنازلهم إلا كل بالي فضل واقف عند الاستاد عند النادي ممعوش عربية مستاني عربية تاكس توصلوا لسكنوا في ميدال لبنان فمسافة كبيرة احمد بيقول انا محامي طلبت منه تعال اتفضل اوصلك بقول الرجل بمنتهى التواضع والروح الطيبة رح راكب وراه عشان تشوفوا الصورة دي كل بالي واحد من اللعيبة اللي بتكتب تاريخ كويس مع النادي الاهلي واللي الحقيقة بيحظى باحترام كل الناس حتى زميله هنشوف كل بالي وهو يتحدث في قناة الاهلي عن تأقلمه عن اجواء اللي بيعيشها في النادي الاهلي اتأقلمت بسرعة مع اللعيبة واخدت عالجاو وسعيد ان تجي ماتش لي مع النادي اجيب جون الفوس ده حاجة تسعيدني جدا سعيد ان بلعب جميعوا في الدفاع واساعدوا كتير وعملين انسجام منسجمين مع بعض وراء وادين يأخذوا كل كوار المشتركة بيقدروا يطعوها بسالتو خارج الملعب خارج ما احنا اصدقاء ونقعد نتكلم كتير مع بعض ونقعد نهزل والاخدتنا كويسة بالنسبة لمحمد نجيب محصلش نحن لعبنا مع بعض بس خارج الملعب احنا اصحاب ونقعد نتكلم في اوقات كتير هو كان عقده انتهى مع مازينبي وكان بفكر يغير البلد هو من مالي طبعا فحب يروح بلد جديدة تجربة جديدة فلما باتيس كارتيرون كلمه عشان ليجي يلعب فالاهلي رحب جدا فسألتوا يا ترى انت كنت متابع بس واق الجمعة كان متابعه جدا وانه صغير وكان بيعتبره احنا يحب طريقة لعبه في الدفاع بالنسبة لتأقلم هو بيقول لتأقلمت بسرعة في مصر والحقش طبعا يأكل لان اعتور في معسكرات بس واقع سعيد وجوده في مصر وبدأ يلقى كم كلمة ويمكن كلمة معلقة معي اتعالى انا بشخل كماهي النادي الاهلي لوقفت يامبي وسندتني وسندتنا كلنا كفريق في الوقت الصعب اللي انا جيت فيه اللي غاتم حققنا النتيجة كويسة مبارح وبيوعد قدر الامكان عشان الفرق اتحقق اكبر عاد من القابل السنتين راجل كلام موزون كله تقدير للنادي الاهلي وانا بقول لك اقرب نموزك في العقل والتصرف وشبه الستايل وطريقة وفكر كابتن عماد النحاس بس عمدة ده كان حاجة ثانية برضو صحيح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر